السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درس جديد من دور السعليم البرامج الهندسية هذا الدرس سيكون بعنوان طريقة الاستفادة من أمر الفليت في الضوائر وهذا على برامج رتوك يساعدنا هذا الأمر في ربط الضوائر ببعضها البعض بطريقة سهلة أجد مثلا لو أتي لهنا ستلاحظون لدينا هذا النوع من المسابع قد يبدو للوهلة الأولى أن رسمه يكون معقد نوعا ما لكن العكس تمام لاحظون معلو أذهب إلى برنامج الهندسية أبدأ برسم دائرة سيركل انتر مركز الدائرة وأختار الريديوس مثلا أقوم بإدخال القيمة عشوائية مثلا الريديوس سوى ثلاثة انتر لأنها تم عمل هذه الدائرة سي أو أو أقوم بعمل أوفست لبس سأقوم برسم دائرة جديدة سيركل أختار المركز الخاص بها وأقوم برسم دائرة أخرى وليكن الريديوس الخاص بها يساوي إثنان انتر جميل بعد ذلك أقوم بعمل موف لها وأقوم بتفعيل المود أرتقونا منه موف أختارها وأقوم بسعبها إلى الأسفل بمقدار خمسة جميل بعد ذلك أقوم بإدخال الأمر فيلت أدخل إلى كوماند بار فيلت انتر ار يعني الريديوس انتر مثلا أقوم بجعله يساوي إثنان انتر من هنا إلى هنا تلاحظون تم ربط هاتين الدائرات ببعضهما البعض عن طريق هذا الريديوس انتر من هنا إلى هنا تي أر انتر مراتين وأقوم بحث هذا الجزء ستلاحظون تم عمل هذا الشكل بطريقة سهلة جد أقوم بعمل تراجع أقوم بحث هذا الجزء وهذا الجزء موف أقوم بإبعاد كذلك هذه الدائرة هكذا أث انتر آر انتر مثلا الريديوس يساوي ثلاثة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا تي أر انتر مراتين وأقوم بحث الجزء الداخل ورح يظن تم عطاءنا هذا الشكل بطريقة سهلة جدا باختصار هذا الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته